موسيقى إلياس العماري أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة بدل مصطفى الباكوري وفاطمة الزهرة المنصوري رئيسة للمجلس الوطني بالإجماع بهذه الصيغة أنهى الطاميون مؤتمرهم الثالث الذي نظم بمدينة بوزنيقة تحت شعار مغرب الجهات انخلط نوع ومسؤول النجاح الآخر الذي نتكلم والذي في الحقيقة نفتخر به نحن كمواطنات مغربيات وكمناضلة داخل حزب الأصالة والمعاصرة والمناصفة داخل المجلس الوطني هذه المحطة توجت عدة محطات وانتهت بنجاح كبير جدا أولا تم انتخاب سيدة مرأة مقتدرة فاطمة الزهرة المنصوري على رأس برلمان الحزب وتم انتخاب مناضي كبير وطني غيور رجل صبور صريح عنده قوة خارقة العدل العمل والعطاء أستاذ إلياس عماري وبالتالي نكون قد وصلنا إلى هدف أساسي هو المناصفة بين الرجل والمرأة أكيد أن هذه مجموعة سيكون لها عمل جبار من أجل مواجهة المرحلة وهي مرحلة تحدي ومرحلة رهانات كبرى وحضر المؤتمر الذي امتد طيلة ثلاثة أيام مناضلو الحزب ومناضلاته من كل ربوع المملكة بالإضافة إلى سفراء دوليين ووزراء عرب وممثلي الأحزاب المغربية الأخرى أنا أي أخ اللي تقو فيه المناضلين دياله وعطاوه أصواتهم داخل حزب الأصالة والمعاصرة طبيعاً سنتعامل معها في المستقبل رسمياً العدار والتنمية فوضات داودي مع الشيخي يحضروا في هذا المؤتمر إذن الحضور للعدار والتنمية موجود إذن أنا إذا طلبنا واحد حاجة مننا سادق واحد على البوان وقضية صوات المغربة لعيشين على بره هذه هي منها في ساعة المؤتمر الوطني الثالث للقام كان إذن محطة بارزة في تاريخه إذ لأول مرة يحقق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في تولي القرار السياسي مبدأ المناصفة كان حاضراً في شعار هذه الدورة إذ أكد قيادي والقام أنه سيعطي نفساً جديداً للحزب لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي كما أنه وضع الحزب أمام مرحلة سياسية حازمة وفتح الباب أمام باقي الأحزاب السياسية وباقي الشركاء لتحالفات مستقبلية تعطي دماء جديدة للمشهد السياسي المغربي ترجمة نانسي قنقر